السلام عليكم أخواني متابعين قناتنا كاكتوس جوردان على اليوتيوب وعلى الفيسبوك طبعا وردنا العديد من الأسئلة والاقتراحات طبعا حول كيفية معاملة البذور بعد أن تتعدى فترة الثلاثة أو الأربعة شهور طبعا أخواني أمامنا البذور الآن قد وصلت إلى مرحلة الأربعة شهور تقريبا نمو من الممكن الآن أن نقوم بعملية فصلها وزراعتها في أواني خاصة لها كونها وصلت إلى مرحلة تسمح لها الانتقال إلى إصيص أفضل لوحدها طبعا يتم ذلك عن طريق زرع كل شتلة لوحدها في نفس الإناء ولكن تنظيمة عملية لتخرج بشكل جيد طبعا البعض الآخر ننتظر إلى أن تصل البذور إلى مرحلة الأربعة شهور يعني أمامنا الآن البذور هي في عمر تقريبا على الثلاثة الشهور وهي بذور الجامينو كالسيوم نلاحظ نموها بشكل جيد وصحتها جيد ولكن بعض بذور المملارية والأشنو تكون بذور قوية وصحية أفضل طبعا بعض الأنواع من الأسترو لا بد من تابعتها لعدم حدوث التعفن خاصة الأرضية أو وجه التربة سيتم الفصل إن شاء الله للبذور ووضحها كل على حدة وإظهارها لكم إن شاء الله في فيديو قادم طبعا كما تلاحظون أكثر من مرحلة يتم فيها الزراعة واستخراج الشتلات الجديدة تمنى منكم دعم القناة والإعجاب في صفحة القناة والمشاركة الفيديوهات دمتم بخير أخواني متابعين قناتنا قناتنا